ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون اجتماعا لمدير عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية لمناقشة جوانب القصور وسبل الارتقاء بالعمل الخدمي المقدم للمواطنين في المحافظة وفي الاجتماع وجه معاون مكتب الصناعة والتجارة بالعمل على ضبط التجار المخالفين للأسعار ووضع حلول عملية لتفعيل الدور الرقابي للمكتب خاصة فيما يتعلق بأسعار الأدوية والمواد الغذائية الأساسية كما وجه مكتب الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمدن التاريخية برفع تقليل مفصل عن المخالفات والاستحداثات داخل حرم المعالم الأثرية بمدينة عدن وفي الجانب التربوي والتعليم أيضا أكد معاون على ضرورة تفعيل التدوير الوظيفي بين مدير مكتب التربية في المديريات وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب في سلك التربية والتعليم اشتركوا في القناة